كما استعرض المستشار أحمد بنداري الإجراءات الخاصة بتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية وفي هذا الإطار أكد بنداري إتاحة استعلام المواطنين عن لجان المغتربين بمختلف المحافظات عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتم قبول كافة طلبات تقريب اللجان للمغتربين بين المحافظات عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع 11631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا روعية في التسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق سياسية وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات اتحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيحها على هذه المقرات وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين وبالفعل طلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاق بسوق